ننم إلينا من القاهرة مراسل الغد كريم الشيخ كريم ماذا لديك من تفاصيل حول أجواء هذه الزيارة؟ سنار من المرتقب أن تبدأ الزيارة خلال ساعات قليلة من الآن في أعقاب وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى القاهرة هذه الزيارة لها أهمية قصوة بالنسبة للقاهرة فيما يتعلق بالملف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية خلال الفترات المقبلة ومجريات الأمور في هذا الملف ستكون هناك مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ستدور هذه المباحثات حول الملف الرئيسي المتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن أيضا هناك عدد من الملفات الأخرى سيكون من بين هذه الملفات ملف سد النهضة الإثيوبي وهو من الملفات الرئيسية التي تعمل مصر عليها في هذه الآونة وربما مع الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة مصر تريد أن تطلعه على المزيد من ما جرى خلال الأعوام الماضية تحديدا في ملف سد النهضة من المتوقع أيضا أن يزور أو أن يكون هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يعلن تفاصيل هذا اللقاء حتى هذه اللحظة نحن الآن متواجدون بأمام قصر التحرير وهو المكان الذي ستعقد فيه هذه المباحثات خلال الساعات المقبلة وزير الخارجية الأمريكي كان زار إسرائيل وفلسطين ودارت مباحثات على مدار اليومين الماضيين في هذه البلدان وهما الملفان الرئيسيين ربما بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي الذي سيصل القاهرة ويحاول مع وزير الخارجية المصري تثبيت الهدنة التي سعت إليها مصر خلال الأيام الماضية في أعقاب حرب دارة على قطاع غزة لمدة 11 يوما وبالتالي مصر ستسعى في هذا الملف ملف التهديئة وتثبيته على أرض الواقع كريم الشيخ مراسل الغد من القاهرة شكرا جزيلا لك